إذن كارلوس كيروش مدرب بيحتاج الدعم لو جي الصبح قالك أنا ماشي هتعمل إيه سألت حد في انتحاد الكرة في مجلس الإدارة وقلت له الوقت كارلوس كيروش عمالي هتردد إنه هو عايز يماشي حد في جهاز المعاون عايز يضم العيب يشيل العيب عايز يعمل معاسكر بغلق قالك بص إحنا وصلنا معرفش هم أوصل لهم بقى الكلام ده وصلوا ليه نتيجة أعادات ومشاورات وجلسات أو هم حاسوا أن المركب ممكن بسببهم يحصل لها حاجة تتهز فهما اللي يشيلوا الليلة قالك بص إحنا هنسلمه مفتاح الكرة حيبه هو صاحب الكرة يعني إيه يعني ساعتك هنديله الجدول الدورة هنخلصه ليوم تمانية أو ليوم تسعة مارس وحنقول له قدمة شات كاس مصر عايز تلغيها باشا لغيها عايز تلعب الانديها من غير دوليين نلعب من غير دوليين من 14 ل 17 في دورة أبطال إفريقيا شعف عشر وعشر تسعة عشر وعشر مارس وفي كاس مصر كنا هنلعبه من 14 ل 17 مارس وفي داني أفريقيا كنفادرلية ودورة أبطال إفريقيا يوم 18 و 19 و 20 حلو فاتفضل يا باشا ستلم مننا مفتاح إيه الكرة خليه معاك اتحاد الكرة سلم عايز تشيل الجازل معهم كله شيله عايز تسيب الجازل معهم كله سيبه عايز تسيبه ضيف ضيف عايز تشيل وتجيب جيب وكان ده الشكل اللي كان لازم اتحاد الكرة يعمله وقت لإيه ما كان المنتخب مش في العلالي يعني كان لازم يزرع السقة من أول يوم مع كارلوس كيروش وده الهزة اللي حصلت بين الطرفين وكلكم لاحظته كارلوس كيروش مختفي مفترض بزكاء المدرب البرتغالي ببقى سكية جدا للبرتغاليين على فكرة يعني كان لازم يرجع من كاس الأمم ياخد اللقطة ما هو صاحب اللقطة وهنا بنقعد نقول عبد المنام وبنقعد نقول صلاح وبنقعد نقول وينش وابو جبل ما كسر ومعرفش بس قابل دولكم نبدأ لكارلوس كيروش هو اللي عامل الليلة دي كلها هو اللي عامل الطبخة دي والشيف اللي عامل الطبخة دي كلها ولولا ان هو الشيف اللي عامل الطبخة الحلوة دي ما كانش بطعمها حلو كده انبسطنا بيها كارلوس كيروش جاي المرة دي كيروش تاني خاص لن يسمح يعني اخدوا بالكم هو بيظهر في الإعلام برخامة من ساعة ما جاه لكن في الكواليس ومع اللعيبة ومع المنتخب وفي المعسكر ومع اتحاد الكورة بيبقى لي شخصية تانية خالص اهدى بيسمع بيتكلم بياخدوا بيدوا ويعني ايه حنين يعني لكن مش هيرجع كده هو راجع من اجازته بكرة ولا بعده المفترض راجع بصرامة شديدة مش هيهرج طيب افرد احتاج الفترة اللي عامل 14 ل 17 مارس علشان خاطر يعمل تجمع للعبين المحترفين في الدور المصر مش هنقول المحليين لان الشناوي مقدرش قول عليه محلي فاتوح هقول عليه محلي ازاي عمان هقول عليه محلي ازاي زيزو ولا الونش ولا عمر السلية ولا حامل الفتحي ولا عمر ولا امام الناس دي محليين ازاي يعني الناس دي محترفين في الدور المصر فهو عايز يحايمون ممكن يعمل معسكر في الفترة دي من 14 ل 17 مارس تحاد الكورة يقولك طب انا عايزة لعب كاس مصر الاندية هنا لازم يكون عندها بعض ايه الدم ازا كنت انت كان الاهل اللي راح لعب كاس العالم للاندية نقصوا 15 لعيب كاس العالم للاندية بيقابل منتيري ونقصوا 15 لعيب بيقابل بعد كده بالمراس ونقصوا على الاقل 8-9 لعيب ما بين كورونا يعني برستاو اللي هوم كسر الدنيا مش موجود شناوي مش موجود اكرم توفيق مش موجود بدر بنون وعد مش دول لعبوا بقى المراس من غيرهم ولعبوا مع الحلال وكسبه اربعة من غيرهم بتتكلم في 6-7-8 مش موجودين اصلا المانع ان الاهل يلعب كاس مصر من غير اللعيبة الدولية والاجندة تشتغل عادي جدا والمتخب يعسكر كده كده المنتخب هيعسكر فكرة ان احنا بنخار الاندية تلعب وده مش موجود وكده كده البنتخب هيعسكر بسالة فكرة ايه ان برضو كاس مصر تلعب وان عشان خاطر احنا عندنا في نهاية الموسم مش عايزين نضيع وقت احنا عندنا لسه كاس الرابطة سيمي فاينال وفاينال مخلصي لسه عندنا كاس مصر كل السنة دي ما تلعبش السنة اللي فاتت طبعا كل سنة والطيبين وعليكم بخير ان شاء الله تلعب وعندك الدوري ده احنا لسه في الدوري بنتكلم ان احنا في الجولة الكام ده احنا في الجولة التمنة ولا التسعة بدأنا التسعة بمطش مصر المقصة النهاردة مع طلع الجيش فانت الاندية لازم هي كمان تساهم مش حول تضحي دي مش تضحية اوز زمالك لو لقى من غير الاربعة خمسة بتوع المنتخب يبقى بيضحي في الدور اتنين وتلاتين لكاس مصر ولا الاهل لو لعب من غير الخمسة ستة بتوع المنتخب يبقى بيضحي ولا البرامز لو لعب من غير الاتنين تلاتة بتوع المنتخب يبقى بيضحي لا طبعا لا طبعا بس النهاردة لازم كلنا نتكادف وكلنا نشتغل مظبوط كده ودتكم مثال طولكم الاهل اللي راح لعب كاس العالم الاندية من غير خمستاشر لعين فلو لعب كاس مصر دول اتنين وتراتين من غير خمستة ايه يعني المشكلة يعني لا الصوت يعلو فوق صوت المنتخب من دلوقتي من دلوقتي لغاية كام من دلوقتي لغاية يوم اه تمانية وعشرين ولا تسعة وعشرين مارس هو هو السنغال المطش المفترض التاني يوم تمانية وعشرين لكن هم عايزين يخليهم تسعة وعشرين لسه ما احلقوا لما حتى الان تمانية وعشرين ثلاثة وعشرين مطش اللي هنا وثمانية وعشرين مطش اللي هنا هم عايزين اخروا يوم فلا صوت يعلو فوق صوت المنتخب